تسليب وترهيب ومطاردة في وضح النهار ذلك ما حصل للشاب علي صاحب محل الصيرفة في حي الأمين بمنطقة بغداد الجديدة شرق العاصمة علي الذي قام بسحب أكثر من 86 مليون دينار من إحدى المصارف في منطقة المشتل يقول إن سيارة لا تحمل لوحات مرورية يقودها ثلاثة أشخاص قاموا بمطاردة دراجته النارية والقيام بتسليبه أمام منزله وأمام أعين الأجهزة الأمنية والمارة أنا صاحب مانفذ من بطاقة ذكية سلمنا رواتب نحن كل من سلم رواتب وروحنا لمصرف نسحب المنطين مسلمين للعالم يعني بهذا اليوم اللي صار به الحادث أنا مسلم رواتب رحت للمصرف ده جبت لفلوس جبت لفلوس وصلت إلى هنا من المصرف المشتل مصرف المشتل مصرف المشتل مصرف المشتل تمام عاد دراجة للنرية صور من الدراجة درنا جوارك كم فرح رحت من المصرف رجعت من المشتل مصرف المشتل رجعت وصلت إلى هنا كل شو أصل إلى البيت جاءت سيارة دعامي ومسلحين ثلاثة ونزل واحد من وراء قبل يعني يعرفون حتى أنا يعرفون أنه الشيء اللي فلوسي يجو ويقبل عاد دراجة يقعد هنا لا تتحرك ضل بوكانك ضل هنا أخذوا اللي فلوس بيع بوكان هنا هنا بالضبط يعني ومن دعمني هنا صرت فويدون يمي الباب اللي هنا وصلت خلاني هنا يواقف أقعد قعدت المسدس طبعاً برقبتي لا تتحرك واللي بالصدر الشيء المسدس واللي سوق موجه يعني على شنو سحبه واقص ومتحق متهيئيني لكل الأمور يعني بمورة العالم مواشي سعب دعش الصوح هذا الحج أخذوا الفلوس ومشوا عالم ماشي ولا كعنا ما فعل شي صار خامس حالة تسليب في بغداد الجديدة ومثل هكذا حالات في الدورة والبلديات وشارع فلسطين سجلتها مراكز الشرطة خلال 48 ساعة ويطالبوا متضررون من وزارة الداخلية فتح تحقيق عاجل مع المراكز لسيما وإن الكثير من هذه العصابات يفرج عنهم بعد إلقاء القبض عليهم بساعات وفيما يضطر أصحاب منافذ الصير فهنا في منطقة الأمين إلى اللجوء للسلاح الشخصي لحماية أنفسهم لم تجبنا عمليات بغداد ورغم اتصالاتنا عن أسباب نشاط الجريمة المنظمة بشكل كبير هنا في منطقة بغداد الجديدة وباقي مناطق العاصمة من بغداد يعرب القحطان الشرقية نيوز ترجمة نانسي قنقر